اشتركوا في القناة يعني القصة موجودة انه صار خلاف وفي ناس بغضت علي طب غضوا لا علي تصوروا علي وفي ناس يبغضوا علي وفي ناس يبغضوا انتو بالكم ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات طب اذا كان بده يعطي الولاية لعلي وين بيعطيها بيعطيها لما بيكون مجتمع 140 ألف صحابي ولا هو مروح يعني بعد ما يمشي 200 كيلو بعيد عن المكهة طب كان اذا كان لابد من ولاية علي والمئة واربعين ألف حاضرين والمئة واربعين ألف حاضرين بس صار قصة ويبدو هاي القصة كانت مش بس هي السبب انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه بس خليني افسر من كنت مولاه باختصار شوفوا اولا ايش يعني من كنت مولاه اولا المولاه بقوله الناصر والمحب طبعا انسوا موضوع المحب هذه غير صحيحة يعني ممكن يواليك وهو بكرهك أصلا ممكن يواليك وهو بكرهك مش صحيح اللي اللي بيناصرك بأي وجه من وجوه المناصرة هذا بيواليك اللي بيناصرك بأي وجه من وجوه المناصرة بيواليك حبك ولا كرهك ليش بكت الدول التحالف تتحالف مع بعضها يعني وتتوالى في الحرب العالمية الأولى والثانية لأنهم بيحبوا بعض يعني ايه ولا بتوالوا لمصالح وتفاصيل كثير بتوالوا يعني ممكن لكن ابن عمه يتوالوا في طوشة في القرية ولكن لهم 20 سنة مش حاكين مع بعض الموالا بتعني ايش حب زي ما بيقولوا كثير مش هيك وانما هي تناصر تناصر في اي وجه من وجوه ايش تناصر الموالاة طيب لاحظوا من كنت مولاء مش النبي مش الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم مسلمين انتو ولا مش مسلمين مسلمين طيب من كنتوا مولاء اللي معناته بده يواليني وينصرني بده يوالي مين عالي خلاص واضحة كمان مرة اللي بيواليني وبينصرني بنصر عالي مش انتو بتقولوا ان انا اولى بالمؤمنين من انفسهم زي ما ذكر القرآن طيب انا بقولكم اللي بيواليني من كنتوا مولاء فعليهم مولاء انسوا الاضافة اللهم كما هذي يعني مختلف اصلا في صحتها بس هذا اللي عند هون صحيح صحيح وفي غاية الصحة كمان طيب لاحظوا نشوف شو معناته اجوا هم شو بدهم يفهموه اجوا بدهم يفهموا المسألة يعني انه تنصيب علي خليفة تنصيب علي خليفة طبعا انا بجيب لك اية في القرآن كلمة مولا وجب لي انت مثلها في القرآن جب لي في القرآن مولا يعني خليفة انا بجيب لك مولا مش خليفة انت جب لي مولا خليفة انا شو هي الاية اللي بدأ اجيبها اياته لاحظوا اولا اولا فان الله فان الله هو مولا طيب وجبري وصالح المؤمنين كيف يعني صالح المؤمنين اولياء للرسول بتولوا امره بتولوا امره من ايباب يعني هم حكام على الرسول صالح المؤمنين حكام على الرسول حتى حاولوا هاي على فكرة يفسروها كمان انه علي صالح المؤمنين راحوا الاحاديث في غاية الضعف وفي بيقولوا ابو بكر وفي بيقولوا كذا اضعفوا احد اللي بتقول علي انه صالح المؤمنين طيب علي علي والي عن الرسول كمان مرة فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين اذا شو معنات مولى الرسول ناصره باي وجه من وجوه الناصر طبعا بشيك خلصنا في هذه القضية بعدين ومن يتولى الله ورسوله واضحة القضية اذا ايش تناصر ومن يتولهم منكم فانهم منهم شو يعني يتولهم يعني يصير حاكم عليهم اليهود والنصارى يصير حاكم على اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يديروا باكم ولا واحد فيكم يوم يصير رئيس عن النصارى يش هو هذا اعتباhtو اعتباعتو الليب يدخلو لي آية الآن يتقول ان المولى يعني الرئيس طب و بعدين الرسول هو مش قادر يقول علي خليفة من بعدي مش قادر يقولها لذلك أنا سمعت واحد من علماءهم في الانترنت شو بقول سامحك يا رسول الله سامحك الله يا رسول الله كم بينت موجود على اليوتوب من علماءهم سامحك الله يا رسول الله كم بينت إذا مش مبين إذا مش مبين فعلا مش مبين انه علي طيب ما زام هيك زام زام هيك جبوا لي قول واحد لعلي بقول بقول ان الرسول قال انا الخليفة والصحابة اللي كانوا موجودين بيعصوا الرسول اذا معناته كل اللي كانوا في غدير خم خوانا لانهم مفيهموش الكلام هذا معناته مبعنهم خوانا اذا حديثهم موضوع ضعيف اصلا منخدش فيه معناته الحديث من اصلا مش موجود معناته الحديث مش هو واحد من سنين يا اما اللي كانوا في غدير خم خليهم عشر عشرين الف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ها هذول كلهم سكتوا ولا حدا وقف لابو بكر ولا حدا وقف لعمر وعلي علي علي هاي فيه نهج البلاغة عندهم كتاب عن علي جبولي من علي كلمة بتقول انه في غدير خم قال عني اني انا اللي بكون بعده ولا ايش مروا ابا بكر فليصلي بالناس وسمع صوت عمر والرسول مريض مروا ابا بكر مصرحش حتى بابو بكر فلذلك شو قالوا هم مقاس وقياس قالوا يعني ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا افعل انا ارتضيه لدنيانا اذا الرسول محددش حدا طب ليش قال عن علي هنا انا ارى انه هذه سبب القول بس حكمة الدين ابلغ من هيك لانه لانه الناس اجتمعت على ابي بكر واجتمعت على عمر واجتمعت على عثمان واختلفت عمين اختلفت على علي اذا شوفوا الوحي شوفوا الوحي الوحي والغيب انه مين اللي بدو يصير فيه اختلاف في موضوعه مين علي فبالتالي حسمها الرسول الى يومنا هذا اذا اليوم احنا بنقول الحق لما صار الصراع مع مين مع علي بدليل بدليل من كنت مولاه فعلي ومولاه عن بعطي الرسول اشارة لمن اللي حدث بدو يحدث مؤسا عارف مؤسا في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح قال ويح عمار لما كانوا يقوموا ببناء المسجد والواحد يحمل بيحمل لبناء وكان يحمل عمار قديش ثنتين الناس تحمل حجر واحد اثنين لبناء مش حجره ايه المهم ولذلك شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية ليش هاي الرسالة وليش قال في الحديث الصحيح ابني عن الحسن ابني هذا يا سيد لعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين حديثين صحيحات اذا معناته لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه وان صار قصة يعني شاف الرسول اختلافهم شوية في علي يعني بعضهم يبغضوا لموقف معين تمام بهمناش الموقف اعلنها بس هو بالكم اعلنها بس مشان يحل هذه المشكلة وانا في اشي قادم في اشي قادم الى يومنا هذا كان واضح قدام المسلمين قول الرسول في قضيتين وايح عمار ومن كنت مولاه فعليهم مولاه انتهى الموضوع معناته اي صحابه يسامع بترددش انه يحكم وقتها انه مين طبعا علي اللي حاول لملم المسألة بعد مقتل عثمان بعد مقتل عثمان علي اللي حاول لملم اه ابو بكر كله تمام ايام عمر كله تمام عثمان تمام بس ان قتل اخر لما ان قتل خلص بعده صارت الفرقة في الامة طالما صارت الفرقة في الامة بدوش الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا مؤشرات فهمنا وين رايحين احنا مين اللي ما اصح مين ال ما بصير التباس واجتهدات على فكرة بصير التباس واجتهدات خصوصا بتلاقي هون اتقياء هون اتقياء وكل واحد له وجهة نظر واجتهاد بيحتاجش يعني الدين اللي جاء من اجل هداية الناس انه يبين انهم ديروا بالكم علي هذا محترم علي من كنت مولاه فعلي مولاه